كشفت بيانات الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا لتسجل 42 مليون وتسعمائة ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 85 مليون ونصف المليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تبلغ 11.3% وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى موريتانيا خلال عام 2022 جاءت الأسمدة في المركز الأول ثم الألبان ومنتجات صناعة الألبان ثم الملح والكبريت وأوضح جهاز الأحصاء أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من موريتانيا خلال عام 2022 تضمنت الأسماك والأغذية المحضرة للحيوانات